بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء طلاب شركة أفحاق التعليمية الصف الثاني الثانوي أهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس جديد من سلسلة Traveller 4 الي ان شاء الله سوف نتحدث عن بعض مع بعض أكبر مع بعض أكبر تأكيد لكي يجب عليك سوف نبدأ مع بعض في ومع بعض أكبر ومع بعض أكبر كما أخبرتكم عندما أخبركم أولاً، إذا أردتك على أكبر 61 سوف ترى هذه المشكلة التي ترى بها من الناس ومع الكثير من الأشياء عليك أن تعرف هذه الأشياء مثل كثيراً بقيتة رقبة رقبة سوف تكون أصبع اليد تكون تكون أصبع اليد تكون تكون لديك عن عقل اللي هو الصبع اللي بهان بتاك You have your wrist معصم Muscles Be careful because this is Be careful because Here It's called muscles Muscles Because this is silent You have your brain Have your nervous You have your knee Key silent As your knee Before in is silent It's called knee You have uncle You have your toys And you know that toys It means اللي هي أصابع الأرجل Fingers As you know اللي هي أصابع اليد And you have toys اللي هي أصابع الأرجل Also you have bones 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 اللي هي العظام Bones اللي هي عظام الجسم كلها بشكل عام Okay Now We gonna talk about Some words Or some vocabulary As I told you Most of them are Verbes and nouns And you have You know the meaning Of these words Because they are so important So We have to explain Each word And put it In a correct sentence Like this The first word is called Harm Harm And we have Heart And we have Injure The first word is Harm بمعنى يصيب يصيب أصابة Maybe Maybe احتمل تبقى أصابة أصابة معنوية غالباً بتبقى أصابة معنوية يعني إيه If I see I have a big heart In my heart هنا عنده أصابة In my heart We have heart بمعنى يصيب Like In Some Some things in your body Like this We have Injure بمعنى يصاب I didn't mean to speak your feelings هنا شباب بيكلم عن feelings طالما تكلم عن feelings يبقى كلمة heart اللي بتجي مع المشاعر أو الأحاسيس أوكي Fortunately No one was serious in the accident هنا في حادث في الحواجد غالباً يجي معها كلمة انجور بمعنى يصيب أو يصاب بتأتي دمم مع الحاجات اللي فيها الحاجات الدموية شوية So we will have to take انجور Scientists believe that chemical fertilizer اللي هي المخصفات أو الأسمادة الزراعية يا شباب Can it speak our health ممكن ان هي Can harm حاول بقى تعرف الفرق بينهم يبقى انت عندك كلمة harm ممكن تجي بمعنى إصابة معنوية أو إصابة بشكل عام مش محدد حاجة معين You have كلمة heart كلمة heart دائماً كلمة heart يا شباب تجي دائماً مع feeling مع المشاعر والأحاسيس We have Injure بمعنى يصاب في حادث غالباً تأتي مع الحاجات الدموية أو اللي فيها دماء أوكي We came to the next We have injury جاء من كلمة injury اللي خدناها من شواء بمعنى أصابة We have عندك كلمة pros pros دي معنىها كرمة كرمة We have pain اللي هو الألم دي بحنا يستخدم من شواء من كلمة injure بمعنى يصاب في حادث We have كلمة pros بمعنى كرمة في الجسم نتيجة ضربة أو شي We have pain وإحنا قلنا لكلمة pain دي يا شباب بمعنى ألم أو وجع أوكي My mother was in a terrible space after her operation Operation بمعنى عملية جراحية معنى كان إنها كانت تشعر بالألم اللي هي كلمة pain The football player wasn't able to play in the World Cup because he had a serious knee كان عنده مشكلة فروض بإلي ممكن يجيب فروض بها شباب أكيد هيكون عندي إنجور وصابة فروض مش موالي يكون عنده كدمة خفيفة لأن كلمة pros قلنا بمعنى كدمة ممكن يكون حاجة خفيفة وليها يتعافى بسرعة The day after the rugby match I had the biggest piece on my left cheek كان عنده إيه في وجهه تاني يوم بعد ما بارت الرجبي أكيد هيكون عنده اللي هي كدمة زبقنا اللي هي كلمة pros Okay So you have to know the difference between these words because they are so important for you to know them Okay Now We have rash راش راش ده بمعنى طفح جلدي We have scratch بمعنى ختش أو حاجة بسيطة كده We have plaster Plaster تمكن تجيب معنى طرحة يا شباب أو تجيب معنى حاجة بسيطة في الجسمة I have space on my foot في القدم Could you get me a plaster طيب إيه اللي هيكون موجود في رجله ومحتاج يدوى اللي بلاستر كده يكون عنده اللي هو كلمة plaster Plaster قلنا يا شباب اللي هي ممكن يكون فقاعة أو حاجة جلدية بسيطة كده طفح جلدي بسيط ونعيقات stroke ري لما بأكل فراولة كتير I get space all my body I love my body I am allergic to them طيب ما هو حد أرجك اللي عنده حساسية بأكد يكون عنده راش اللي هو بمعنى طفح جلدي أو بيطلع له حبوفه في جسمه نتيجة أكل الفراولة في بعض الناس كده بيكون عنده حساسية بيكون نازل بيكون عنده نعمل اليرجك اليرجك اللي هي طبعا حساسية زي ما وانا اتوازم الكر ذات The man escaped from the burning building الرجل هرب أو نجح أنه هو يهرب من المبنى اللي محترق With the only few وكان عنده شباب scratches بسيطة خدوش أو قروح بسيطة جدا في الجسم يبقى أنت عندك كلمة plaster معناها طفح جلدي أو فقع تطلع في الجسم نتيجة الجري بسرعة أو عمل جهد زيادة عندك كلمة راش وانا كلمة راش اللي هو بمعنى شباب طفح جلدي أو حساسية أو حبوب حاجات اللي تطلع في الواجن لا تيجي حاجة معينة عندنا كلمة scratch زي ما وسباب اللي هو بمعنى خدوش أو جرح بسيط نجي بعده عندنا we have faint طبعا كلمة faint ببعنى يفقد الوعي أو يغم عليه we have chuck ده بممكن ببعنى ضيء تنفس أو بمعنى واحد مش ان ياخد نفسه we have gasp gasp بمعنى يلهث نتيجة مجهود عالي أو لياقة عالية When I finally reached the surface of the water لما وصلت للصرفة الصرح المية a space for air كان gasp بيلهث أو بيتطلع ان هو يتنفس كتير كلمة gasp يقولنا بمعنى يلهث نتيجة جهد عالي كان تحت المية فطلع فوق فمحتاج ان هو يتنفس بسرعة علي الصر اللي feel dizzy and then شعر ان هو dizzy and then he space عمل ايه بعد كده and defended بقوغم عليه الشعر بالدوار بقوغم عليه print nearly space هنا piece of meat بيحصل له ايه شباب بيحصل لتشوف بيحصل له نوم من الاختناق نتيجة التناول واجبها piece of meat we came to the last surprise we have six words and we have six expressions the first one is exhausted وحنا عرفين كمية exhausted بمعنى متعب او مصاب exhausted معناها شباب ان هو اللي هيحصل له we have make someone conscious again conscious again conscious again يرجع للوعي ومرضة ثانية slowly have no effect تأثير بسيط catch an illness يصاب بالمرض recover consciousness يستعيد الوعي recover فضم معناها يشفع من the first sentence took me nearly two weeks to get over the flu واحد تعافة من الانفلونزا شباب موصول بكلمة flu بمعنى اللي هي الانفلونزا طب ده معناها ان هو ايه اللي حصل له شباب ان هو recover from يشفى من the flu the poet wasn't able to visit your school because he came down with a call he came down with a call بيعتذد مش هيج المدرسة لان هو حصله اصابة بالبرد معنا كده ان هو كانت شانئنس واحد اصاب بالبرد معنا كده كانت شانئنس والناس اللي هو مرض زي ما نتعرفين when came around when came around I was lying in a hospital bed لما حسد بالتعب رأت في المستشفى معنا كده ان هو ايه اللي حصل له شباب معنا كده ان هو recover consciousness استعد الوعي في المستشفى when the doctor brought me around I didn't know وطيهاتها بنتمي لما الدكتور حاول يعلجني انا ما كنتش حاسس ايه اللي بيحصل معي طب الدكتور هيعمل ايه معنا كده ان هو ميكسا ومان كونشا ساجين يرجع للوعي مرة ثانية the pain killer اللي هي المسكنات started to wait off after about an hour and my leg started really hurting me طب ده معناه يا شباب الكلام ده ولكن the pain killer started ان هو to wait off بدأ ان هو يشتغل after an hour my leg started بعد ما افعول المسكن ما انتهى ايه اللي حصل يا شباب اللي هو slowly have no effect ما فيش ايه تأثير خالص the last one the doctor told him she was worn out from looking after here five children and that she needs to get some rest محتاجة ان هي تستريح يبقى محتاجة ان هي معنى كده ان هي exhaustive okay now this is the last exercise that i wanted to talk about today this is what i wanted to see today thank you so much for listening and caring about what i said with you mr. حسين يوسف from afark educational company and i wish you all the students who are studying travel report to get the benefits of what we see thank you so much and i'm waiting you for and i'm waiting for you thank you so much and i'm waiting for you and i'm waiting for you and i'm waiting for you to be ready to see how your time is